جاء اعلان حلف شمال الاطلسي النيتو باطلاق اضخم مناوراته العسكرية والتي تحمل اسم المدافع الصامد الفين واربعة وعشرين ليعيد المخاوف من العودة لحقبة الحرب الباردة مرة اخرى وهي المخاوف التي لم تخفيها موسكو واعتبر الكسندر جروشكو نائب وزير الخارجية الروسي ان نطاق تدريبات حلف شمال الاطلسي يشكل عودة لا رجعة فيها من الحلف لمخططات الحرب الباردة واصفا التدريبات بالعنصر الاضافي في الحرب التي يشنها الغرب على بلاده لا سيما ان الحلف يعد كامل موارده وبنياته التحتية لمواجهة تبدو شبه مؤكدة مع موسكو وحذر نائب وزير الخارجية الروسي من مخاطر وقوع حوادث عرضية خلال المناورات التي تعتبر الاهم منذ مناورة ريفورجر عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين خلال الحرب الباردة الا انه اكد ان موسكو تمتلك كل الامكانيات اللازمة لضمان السيطرة الامنية والدفاعية في جميع الظروف تستمر المناورات العسكرية حتى مايو بمشاركة تسعين الف جندي من جميع دول النيتو الاحدى والثلاثين اضافة الى السويد المرشحة للانضمام وتأتي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتأسيس حلف النيتو في تلك المناورة ستنتقل القوات الى اوروبا حتى نهاية مايو فيما يصفه النيتو بانه سيناريو محاكاة لصراع ناشئ مع خصم قريب من نظيره اذ ستكون مصممة لمحاكاة الصدام مع تحالف وهمي يسمى اوكاسوس وبموجب خطط الحلف الدفاعية الجديدة فان خصومه الرئيسيين هم روسيا والمنظمات الارهابية